مصطفى هل منه استجدات وما هي آخر الأخبار المتعلقة بالتحضيرات واستعدادات هذه المدينة للحدث الأفريقي ترجمة الجسر المعلقة هنا بساحة الشهداء كل الأمور توحي بأن هذه النسخة من بروفا كأس أمم إفريقيا ستمر بأحسن الظروف خاصة أن اللجنة المنظمة لهذه المنافسة قد وضعت كل شيء في خدمة ضيوف الجزائر اليوم المنتخب السوداني أجرى ثاني حصة تدريبية له بملحق الملعب حملاوي أيضا منتخب غانا برمجة حصة تدريبية على الساعة السابعة والنصف المنتخب الملغاشي أيضا سيتدرب بالملعب الملحق لملعب الشهيد حملاوي على الساعة الرابعة كل أمور هنا تبشر بأن هذه النسخة ستكون الأحسنة منذ بدايتها الشارع القسنطيني هنا متأهب ومستعد لأجل أن يحضر جميع مباراية هذه البطولة تحدثنا مع الكثيرين من ساكنة قسنطيني الذين يعشقون الكرة ويتنفسون هذا الجلد المنفوخ اللجنة المنظمة أيضا وضعت هنا أحيات حفلة فنية ليلة أمس بملعب بن عبد المالك اليوم فرق فلوطلورية تجوب شوارع قسنطيني كل هذا الوضع من أجل أن تكون هذه النسخة نسخة استثنائية خديجة شكرا جزيلا لك مصطفى بغرارة موفد قناة الجزائر الدولية إلى قسنطيني